الصين تكثف من دعمها لروسيا هذا ما كشفت عنه وكالة بلومبرغ التي قالت ان دعم بكين لموسكو يتحدى واشنطن والدول الاخرى التي تريد من الصين ادانة روسيا بسبب عملياتها العسكرية في اوكرانيا وفي احدث مغازلة بين الصين وروسيا كشف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاولي جيان ان بلاده وموسكو تلتزمان بتطوير تحالف جديد لا يرمي للتسبب بمواجهات او استهداف لدول اخرى وان الجانبين اتفقا على نموذج التحالف العسكري والسياسي في حقبة الحرب الباردة ويقول المسؤولون الروس والصينيون ان العلاقات بين بلديهما اجتازت الاختبارات الاصعب ودخلت مرحلة الانجاز والتنفيذ ويتجهان الى تحالف وثيق في رسم اطر جديدة للعلاقات الدولية اساسها نظام عالمي متعدد الاقطاب وعدل وديمقراطي وبالمقابل تستنفر القوى الغربية كل قواها لفرض مزيدا من العقوبات على روسيا لحرمانها من تحقيق اي نصر في اوكرانيا ولقاطع الطريق امام تحالفها المتنام مع الصين ومع مطلع القرن الحالي شهدت العلاقات بين الجانبين تطورا متناميا على المستوى الاقتصادي والتنموي بالدرجة الاولى والعسكري والسياسي بدرجة اقل فالحاجة الصينية للطاقة والسلاح والطرق والاسواق والحاجة الروسية للبضائع والايدي العاملة والتكنولوجيا الصينية نشأ عنها تطور في العلاقة وبحسب تقارير فان روسيا والصين تصممان على قيادة جبهة مناوئة للقوى الغربية وهي جبهة ستحمل الكثير من المفاجآت المدوية سواء من ناحية الدول التي ستنضم اليها ام آلية عملها وسيعتبر التقارب الروسي الصيني امرا خطيرا ومثيرا للقلق من وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب بشكل عام وسيزداد القلق اذا ما قرر بوتن وشي زيادة تنصيق السياسات وتقاسم القواعد العسكرية وتقديم التنزلات الاقتصادية وتبادل التكنولوجيا العسكرية مثل الصواريخ الاسرع من الصوت والاسلحة المتطورة الاخرى وتخشى واشنطن ومن ورائها الغرب من ان يؤدي تقارب الروسي الصيني الى تحالف يجمع بين ثاني اقتصاد وثاني جيش في العالم فضلا عن ان التكامل الاقتصادية والعسكرية بين البلدين من شأنه تقويد اي عقوبات تفرضها واشنطن على موسكو وبكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر